السلام عليكم يا متابعيني الحلوين هاليوم سويت لكم أكله وهي التمن بالماش والدجاج أكله كلش طيبة وكثير مرات يعني بنات طلبوا من عندي التمن بالماش فأني دائما أسوي التمن بالماش بهذه الطريقة فلذلك سويت لكم اليوم هذه الأكلة التمن بالماش والدجاج اللي تخضل وطعمها ميت نسا فتعالوا إيايا حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الأكلة الرهيبة المواد اللي أحتاجها لطبختنا لهذا اليوم عندي هنا هذا ماش نقعته قبل ساعة تقريبا أحتاج كيلو من صدر الدجاج أو الدجاج الفيلين مقطعته بحجم كبير أحتاج هو كل كوب واحد من الماش إقاب له كوبين من التمن فأني عندي هنا هذي ثلاثة كواب تمن خلا كوب ونص من الماش وأحتاج ملعقتين كبار من اللبن أحتاج تقريبا من طماطا من ثلاثة إلى أربعة طماطا مثرومة فعندي معلب جاهز ليش أدوخ نفسي طلعت المعلب أحتاج بصل عدد واحد أحتاج ثوم عدد اثنين ورق الغار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة من الزنجبيل أول شي رح أخلي هذا الماش أصفيه من الماء وأخليه لما ينظيف وأخليه على النار وأسلقه أقطع البصل كل جوانع وأخليه على النار أقليه وأضيف لباقي البهارات والمواد إلى أن يستوي الماش رح أحضر الدجاج بعدها مثل ما دا تشوفون خليت الماش على النار دا يستوي خليت زيت هنا بهذا القدر الثاني أخلي بصل أقلي أضحن السلوم أخلي بوغا ملعقة صغيرة من الزنجبيل ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الكركم ورق الغار بعدها أضيف عندي صنصة أو صنصة أو صنصة أو صنصة مكترومة أخليبهم صنصة خليت أغطي القدر وأترك الطماطة شوية تستوي وأرجع القدر بعدها أضيف عن طماطة بعدها أضيف عن طماطة سأضيف ملعقتين أكبر من اللبن وأخلي وأخلي اضع الدجاج و اضع الدجاج و اضع الدجاج تغطي القدر و اترك الدجاج الى ان الاستوي و ارجع الكم بعدما استوى الدجاج عندي و ايضا ايضا تحضير الثمن الثمن خليت ماء حتى اطبخه عندي هنا اثنين ورقة غار احتاج هيل وملح احتاج هنا هذا الزعفران الجاهز ماء الزعفران هذا للزينة اخلي اخر شي هسا راح اخلي الثمن واسلجه هدنا هنا هذا ماء الثمن راح اخليله شوية جعمي فور يغلي خليل ملح واخلي الهيل والورق الغار واخلي الثمن الثمن ما غسلته فيديو سعب اخوة من المشتركات سألتني قالت لي ليش ما غسلت الثمن ونقعتي دائما من اسلق الثمن لا يعني خصوصا الثمن البسمكي ما يحتاج يعني لا غسل لانه الثمن هو نظيف ما يحتاج لا غسل ولا تنجيل هسا يستوي وشوفوا الحباية مالتاشون راح تنفش وتكبر وتطول وحتى ما تتكسر ما يتكسر الثمن اثناء الطبخ بعد ما صفيت الثمن نفس القدر راح اكبس هذه الاخلة اللي هي متكونة من الدجاج عندي هنا الدجاج خلي اول شي طبقة من الدجاج بالقعر بالقعر اجيب من الثمن اخلي نصة مكلة واخذ من الماش ايضا اخلي فوق تتمن نصف المقادير بس تشوفوا شوان يعني ينتشر ويكبر يصير اكثر كميته وايه تصير الماش بعدها اضيف الدجاج الباقي اضيف الثمن كله اخر شي راح اضيف الزعفران واخلي ارجعها على نار هادئه لمدة عشر دقائق اتركه على نار هادئه بعد ما اتركت الطبقة عشر دقائق على نار سخنت انتظر واندي هادئه 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 بعدها راح اخلي قطعة القماش تحت الغطة واتركها عشر دقائق اللخة وارجع لكم هاي بعد العشر دقائق الثانية راح اربع الغطة والقطعة القماش اللي خليتها ما شاء الله شرايكم بها قبل ما اخروا بها شرايكم بها بنات حلوه لو لا طعمها يخبض هي مو بس شكل وانما طعم هادئ الاكلة افرغ الاكلة عندي صحن التقديم واقدمة مو بحث وو لما اخرى مو بحث عم بحث تفرق ماشاء الله الحشوة صارت اكثر من التمن دا اريد التمن دا احلي على الوجه ما دا يطلع عندي فهي هذي كانت هي هذي كانت وصفتي لهذا اليوم اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها والافعافية مقدمان واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي في فيديو اخر وشكرا جزيلا للمشاهدة